عملنا قبل كده حلقة افضل افلام سنة الفين افضل افلام مصرية نزل سنة الفين ولكن في الحلقة دي نظرا ان انا شفت كزا كومنت في الحلقة اللي فاتت طب يا بو حميد ما تعمل لنا الافلام العربي وافلام الانجلش فانا هعمل لكم بتوع افلام حاضر الحلقة دي اكتر افلام من وجهة نظري انا الشخصية اللي انا بحبها هجيب لكم عشرة عربي وهجيب لكم في الانجلش خمسة فقط لغير وممكن تبقى في حلقة الفين واثنين تبقى عشر افلام على حسب ما انتو عايزين وعلى حسب الكومنتات اللي انتو هتكتبوها لي تحت فنظرا برضو ان الحلقة دي هيبقى فيها افلام مصري وافلام انجلش فحاول على قد ما اقدر ان انا اختصر في الحلقة تمام بس هنتكلم اكتر واكتر في الموضوع ده بعد الانترو على طول بس قبل ما بتري حلقة بتوع افلام اتمنى ان انتو تزبطوني للايكات كتيرة جدا 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 وشير وسبسكرايب شانل لو لأول مرة وطبعا عايزكم تشاركو على انسجرام بيج وفيسبوك بيج وطبعا اوعى تنسوا الدعاية لأهلنا واخواتنا في غزة وحاسبلوكو لينكات التبرع تحت في الديسكريبشن ويلا بينا نخش في الحلقة اهل ومسا عليكو انا احمد كمال بتاع افلام مبدئين كده بتوع افلام يعني اه حاجة مهمة جدا حتقولي الفيلم ده ما تحطش ليه كل الكلام ده والله دي القائمة الشخصية بتاعتي على حسب ما انا ارتبطت بالفيلم الدي وكل الكلام ده والحاجة التانية في الحلقة دي بالذات اه انا مش برقم لان 2001 عكس سنة 2000 تماما 2001 فيها افلام كتيرة جدا وانت عتستغرب ان في افلام مش موجودة في القائمة يعني افريكان من اصل 2001 انا مش حطو في القائمة هتقولي طب ازاي هقولك اشتق انا بحبه كل حاجة ولكن انا مرتبط بالافلام اللي موجودة في القائمة دي اكتر مسلا من افريكانو برغم ان انا بحب افريكانو جدا عشان كده بقولك في افلام في القائمة مش موجودة حاسس نزل عمتها جدا ولكن عدت فترة كده دول يعتبر الاقرب لقلبي وبرضو هرجع واقول يعني رقم عشرة ورقم واحد زي رقم واحد ورقم عشرة مفيش فرق في الترتيب تمام نبتدي برقم عشرة معانا في القائمة وهو الفيلم اللي من اخراج سعيد حامد وهو من بطولة اشرف عبدالباقي وياسمين عبدالعزيز وهو فيلم رشا جريئة فيلم رشا جريئة للأسف الفيلم منجحش في السنما ساعتها ولكن فيلم نجح اكتر لما نزل في التلفزيون نزل ساعتها على شرائة الفيديو كده والفيلم حتى الان يعتبر لو اتفرجت عليه النهاردة عمري ما تداق منه والناس عرفت امتوا اكتر واكتر مع الوقت رقم تسع معانا في القائمة فيلم ابن عز من بطولة طبعا الراحل علاء ولية دين ومن اخراج شريف عرفة وطبعا كان بيشارك في البطولة مع الراحل وعلاء ولية دين الاستورة حسن حسني وايضا محمود عزب والقاديرة انعام سلوسة والفنانة الاستعراضية دينة الفيلم طبعا زي ما قلتلك من اخراج وتأليف شريف عرفة والفيلم ده برضو منجحش في السينما ولكن مع الوقت تحس ان الفيلم ده برضو من الافلام المظلومة والفيلم بتفرج عليه حتى الان وعملنا عنه حلقة قبل كده ابقى ارجع وشوفها لو انت مشوفتاش الافلام المظلومة فيلم ابن عز ونيجي الوقت رقم 8 معانا في القائمة فيلم جاءنا بباني التالي لو تفتكروا الحلقة اللي فاتت اللي عملناها بتاعت سنة او افضل افلام سنة 2000 فيلم بيليا ودماغه العالية كان يعتبر اول فيلم لمحمد نيدي يبقى فيلمه مش هقولك ما نجحش ولكن فيلم نجح جدا ولكن مش بنجاح سعيدي وهمامي يعني فيلم سعيدي جاب اعلى اراضات وبعدها همام جاب اعلى منه كمان ولكن بيليا ودماغه العالية كان اقل من الفيلمين والفيلم كان من اخراج نادر جلال لو تفتكروا بيليا ودماغه العالية فقال بقى يرجع لتميمة حظه سعيد حامد اللي عمل معاه اول فيلمين وعملوا فيلم جاءنا بباني التالي والفيلم حقق اعلى اراضات ساعتها او يعتبر ده كان اعلى اراضات سنة 2001 وفيلم حيفضل عايش معانا ومن امتع ومن افضل افلام هنيدي حتى يومنا هزا وكان بيشارك في البطولة مع محمد هنيدي طبعا مع حفز الالقاب للجميع حنان تورك لطفي لبيب نهال عمبر احمد خليل وحرجع وقولك فيلم ساعتها حقق اعلى اراضات في السنة سنة 2001 ونخش الوقتي في رقم سبع معانا في القايمة وهو فيلم بداية او جهادة ميلاد اول فيلم بطولة مطلقة لانجح نجم في السينما في الفترة الحالية وهو كريم عبدالعزيز طبعا بفيلم حرامية في كي جي تو فيلم طبعا كان من تأليف بلا الفضل هو من اخراجة المخرجة الجامدة جدا صندرة والفيلم كان بيشارك في البطولة معاه طبعا مع حفز الالقاب لجميع ماجد الكدواني حنان تورك والفيلم يا جماعة فعلا انا فاكر انا لما انا خرجت منه في السينما ساعتها لانه كان رحلة مدرسية انا فاكر كان المدرسة كان عاملين رحلة مدرسية لفيلم حرمية في كي جي تو الفيلم ساعتها كان من انجح الافلام وكان ساعتها كانوا مستغربين جدا ان لسه كريم عبدالعزيز بيعمل اول بطولة مطلقة ليه محققش ارادات طبعا هنا دي ولكن في نفس الوقت كان فيلم كان ناجح جدا وفيد الفترة طويلة جدا كان هو المتربع رقم واحد في الارادات في الفترة دي انا فاكر ان انا لما خرجت من الرحلة المدرسية دي وخرجت من الفيلم يعني ما كنتش بقول ايه ده بقى ايه الفيلم الحلو ده يعني كان بالنسبة لي لأ طبعا اه انا اه مكانش اه يعني كنتش عارف ان انت كان برضو ساعتها اللي واحد بيخرج من السينما مبسوط فيلم ايه دي مسلا اه بتضحك البتاع ولكن مع مرور الزمن الفيلم ده المفرج عليه كزا مرة دلوقتي من امت على الافلام انا بحب جدا وبحب ما جدك كدواني على فكرة انا بحس ان الجزء الاول احلي يعني قبله ما يروحو تايلند او النص الاولان في يعني اول ما دخلوا بالبلدh vog fel لكن مش عارف يعني ما سمع علينا يعني سبولنا تحت اي طبعا اه ل last time obviously قوي جدا سبولنا تاحد في الكمنتات تحبه ده اكتر الصح يعني وم بيسرقوا اللوحة خلاص يا عمر خلاص طيب ماشي ونيجي دلوقتي على المركز السادس معانا وهو فيلم جواز بقرار جمهوري تاني افلام خالد يوسف كاخراج بعد فيلم العصفة فيلم ده ناس كتيرة جدا ممكن تستغرب ان ده مخرجه خالد يوسف لأن فيلم ينتمي لنوعية الكوميديا ومن بطولة الفنان هاني رامزي اللي كان قبلية عامل سعيدي رايح جاي وفيلم كان ناجح برضو كأول بطولة مطلقة لي ولكن فيلم ده بالنسبة لي هو باية شهادة بلاد هاني رامزي كبطولة مطلقة فيلم من امتع الافلام فيلم من اكتر افلام اللي انا بحب استرجحها جدا وبحب اتفرج عليه كتير قوي كان برضو بيشارك في البطولة ركزوا يا جماعة انا بتكلم على حنان تورك كم مرة اشتركت في اغلبية الاعمال اللي احنا بنتكلم عليها والافلام الحلوة اللي احنا بتكلم عليها وكان برضو بيشارك في البطولة مع حنان تورك طبعا النجم القدير الراحل الله يرحمه سعيد صالح وايضا الفنان الراحل الله يرحمه شعبان حسين والفنان الله يرحمه سعاد نصر فالفيلم ده هيفضل من الافلام اللي انا بحبها جدا وحب اتفرج عليها برضو فيما بعد في اي وقت بيزهر قدامي هتفرج عليها اما المركز الخامس معنا ماقدرش عديها يعني ينفع كده الفين واحد تعدي من غير ما نجيب سيرة محمد فؤاد مطربي المفضل حبيبي والعش ابن البلد الاصيل الاصلي فيلم رحلة حب اول فيلم اللي محمد فؤاد بعد ما غير السينما كاعلى ارادات في تاريخ السينما بفيلم اسماعيل رايح جاي وبعدها جيس عيدي طبعا وهو جد سينما الشباب اللي غيروا خريطة السينما ورجعوا الناس تاني يرجعوا السينمات وبقوة وكل الكلام ده يعني انا كنت متخيل يعني ان هو بعد اسماعيل رايح جاي ان هو يعمل فيلم تاني على طول يعني بعدها بسنة وبعدها بسنتين ولكن فضل من سنة 97 الفيلم لحد سنة 2001 ونزل بفيلم رحلة حب زي ما كان معاه هنيدي ومن بعدها هنيدي انطلق وعمل افلامه وعمل بقى افلامه وكسر الدنيا ده كان برضو نهاية احمد حلمي للدور التاني ومن بعدها عمل ميدو مشاكل وانطلق برضو فمحمد فؤاد وشه حلو جدا ايه وبيبقى جدع جدا وابن بلد مع النجوم اللي معاه وكان انا فاكر كان انترفيولي كان بيقولي انا بشارج واجه جديد بقى بنت كده جميل اسمها مهيتاب شفت بقى ومهيتاب طبعا اللي اصبحت فيما بعد واحدة من انجح الممسنين في الوطن العربي مي عز الدين فالفيلم ده انا بحبه جدا كموسيقى تصويرية ونستالجيا وكل حاجة طبعا القصة دي احنا شفناها قبل كده في مليون فيلم العبد الحليم حفظ ومليون فيلم عن اي موتر بلازم اللي هو بيبقى فقير ورق الكفاح وبيحب الغنية اللي هتحبه في الاخر وهو حينجح الوع ايه شفنا الكليشي ده اه يعني اه والله حشيتنا الافلام الكليشي دي والله العظيم ولكن فيلم كان فيه كوميديا كتير جدا انا بحب الفيلم ده المواقف الكوميديا احمد حلمي كان حلو جدا واغاني الفيلم اكتر من رائعة الصراحة تا 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 وبحب كل ما فيه وطبعا المشهد بتاع الخطير مش ممكن البيب ميت اكنيليكيا اه ايه ايه هو حتى جيه اكنيليكيه كده للك جيد اقولت له حتى مالك فيه يوعد ما فيه ايه يعني هو فيه ايه وفاكر رامبو نا نا ايه ايه é ايه يا حياه يا وقه بش يا يامبو فاحنا طولنا جدا في رائعة حب بس عشان محمد فوق ماشي اما المركز الرابع معانا دلوقتي في القايمة هو فيلم الساحر من بطولة الساحر محمود عبدالعزيز ومن اخراج المخرج كبير رضوان الكاشف هو بيشترك في البطولة يعتبر من اوائل اعمال لمننا شلبي وبرده كان بيشارك في البطولة معهم الفنانة سلوة خطاب والفنان الله يرحمه سامي سرحان وميكا وديكو وبنات مصر الجدين الاغنية دي كانت من انجا كانت ترند في مصر ولكن هفجأك وقولك ان الفيلم لما نزل يعني محققش النجاح اللي انت متخيله على قد ما هو نجح لما نزل في الفضائيات ولما نزل على شراءة الفيديو او فيما بعد الفيلم انتشر اكتر يعني عايز اقولك ان هو كان نازل في الفترة دي مع حرماية في كيجي تول حرماية في كيجي تول اول بطولة كريمة عبدالعزيز كان محقق اراضات اعلى من الساحر بكتير اما المركز الثالث معانا وهو واحد من امتع ومن اكتر الافلام اللي هبحب اتفرج عليه عموما وهو فيلم الرجل الابيض المتوسط من بطولة احمد ادم عزة ابوعوف الله يرحمه ماجد الكدواني محمود البيزاوي سمية خشاب نشوة مصطفى وطبعا انا ناسي اسمه اللي كان قايم بدور اخو نشوة مصطفى خطير يا جماعة الفيلم ده واحد من اكتر الافلام اللي هبحبت حكي عليه عموما بحب الفيلم ده جدا برغم ان هو نسخة تبقى الاصل من فيلم انجليش اسمه فيلم ده انا قبل كده يعني قلت التشابه ده في حلقة اللي هو الافلام المصرية اللي واخدانة من افلام اجنبية ولكن انا بحب النسخة دي اعلى بكتير الدحك عالي جدا من امتع ومن احل الافلام اللي عمال احمد ادم عموما والفيلم انا فاكر ان هو حقق اراضات حلوة يعني كويسة بالنسبة لافلام احمد ادم انا كانت ساعتها الفترة دي بالنسبة لي احمد ادم من المواصلين اللي هو بيعمله افلام بتضحك وليها نوعية خاصة كده ولكن اراضاته يعني ضعيفة جدا ولكن فيلم ده كان يعتبر من انجح الاعمال اللي عملها كاراضات كاحمد ادم يعني ومن بعدها بقى مع المخرج العمل شريف مندور عمله بقى طبعا معلش احنا بنبهد اللي هو كان يعتبر او انجح فيلم عمله احمد ادم ونيجي الوقت الرقم اتنين معنا في القايمة وهو فيلم السلم والتعبان فيلم السلم والتعبان ده بحيث ان فيه ناس كتيرة جدا بتحبه بطريقة اوفر عموما يعني اللي هو اوفر جدا ولكن في الاول في الاخر انا بشوف فيلم لطيف فيلم حلو فيلم لذيذ ولكن مش من ضمن الافلام اللي في القايمة دي ويعتبر فيلم ده اقل الافلام اللي في القايمة يعني ممكن ارجع لها او بارجع للفيلم ده كتير ولكن طبعا الافلام الحلوة جدا المميزة بين جانب مختلف لاحمد حلمي كان هو ممكن يقدم دراما مع كوميديا وشوفناه فيما بعد بقى لما عمل اسف على الازعاج والكلام ده وهاني سلامة برضو وشوفنا منه اللي هو اه ده ممكن يشيل افلام وفيما بعد كانت الفترة دي كانت بنانجح الفترات ليه اني سلامة وحلشيحة برضو كانت واجهة كان هيكسر الدنيا وطبعا فيلم كان من اخراج المخرج المميز جدا بالنسبة لي احسن مخرج بيعمل اكشن في مصر تغرق العريان كانت حاجة مختلفة برضو عن تغرق العريان هو يقدم فيلم يعتبر رومانسي وطبعا مين ينسى يعتبر انا بالنسبة لي اعلى حاجة في فيلم ده الموسيقى موسيقى هشام نزيه وكانت برضو بدايات هشام نزيه الموسيقى كانت حلوة جدا اغنية الفيلم بتاع خلت سليم كانت برضو حلوة جدا ونيجي دلوقتي المركز الاول معانا في القائمة اكتر فيلم بتفرج عليه في القائمة دي نظرا ان هو لما كل سنة بييجي حرب اكتوبر بتفرج عليه وهو فيلم الامبراطور القدير احمد زاكي ايام السادات والفيلم يعني بالمفارقة بقى ان ايام السادات ده اعلى ارادات في تاريخ احمد زاكي فيلم جاب حوالي غالبا اتناشر تلاتاشر مليون حاجة زي كده دي اعلى ارادات في تاريخ احمد زاكي الفني ويعتبر اه يعتبر ده برضو اعلى ارادات في تاريخ المخرج كبير محمد خان ده اكبر مثال ان هو يزبط لك ان هي عمرها وما كانت بالارادات تماما تماما احمد زاكي بالنسبة الناس كتير جدا في الوطن العربي وفي كل حتة افضل ممثل جيه في تاريخ مصر تمام افلام واغلابيتها فعلا ما كانتش ركحة بس تشوف التأثير قد ايه الناس بتاعش احمد زاكي قد ايه مؤمنة بقدين ان الراجل ده فعلا ممثل قدير جدا وقدين الناس بتحط محمد خان على طول في الطاب ثري افضل مخرجين طبعا في مصر الوطن العرب ولكن طبعا هنيجي عندي حتة مهمة جدا قبل ما نخش على الانجليش دلوقت طبعا يا مستد مش هتكلم عنه كتير ده اكتر حاجة انت برضو اكيد شفتها في حياتك الموسيقى يا سر عبد الرحمن ازاي ما اتكلمتش عن الموسيقى يا سر عبد الرحمن بس يعني ومونة زاكي كانت خاطيرة في الفيلم ده وازبادت قدين ان هي ممثلة شطرة قدام ميرفت امين يعني فعلا مونة زاكي كانت افضل بكتير من ميرفت امين في الفيلم يعني ميرفت امين قايمت دور جنسة دات الله يرحمها ايه في المرحلة العمرية الكبيرة واما دلوقتي نيجي عندي الجزئية المهمة اللي طبعا هتقولي ايه ده زي ما عطتش مسلا تسحب ولا بيزنس من الافلام الحلوة جدا المهمة جدا عمر واحد كان قايم بدور محلو جدا واحد من افضل افلام مصطفى امر الصراحة ازا ما كانش افضلهم هاني سلامة برضو كان متقلق جدا في فيلم ده وكل كروز صراحة وغنية مصطفى امر اصحاب انا وانت ولا فيلم الصراحة من الافلام الحلوة جدا ولكن فيلم ده كل الكوامل اللي انا قلت هلك دي انا بشوف الافلام دي اكتر مسلا من اصحابه ولا بيزنس فارجوكم محدش تحت يقول لي طبعا ليكم الحق ان انتم تكتبوا اللي انتم عايزينه بس ما حدش يقول لي اللي هو ازاي ما حطتش دي ما ازاي ما حطتش دي ازاي ما حطتش دي زي الحالة اللي فاتت كده زي ما طلبت منكم وعملتوا اللي انتم عايزينه وبرحيكم عموما اما بقى دلوقتي هنخش على الخناءة الاكبر اكتر خمس افلام بحبهم سنة 2001 هتقول لي ايه ده طب اللي اعملت كده والخناءة الاكبر هو بتاع انا حقول لكم قائمتي كافضل خمس افلام فيلم ده يا جماعة اتفرجوا عليه لو انتم مشوفتوش بس يعني الكبر فقط عموما تمام بحب النسخة الاسبانية بتاعته اسمه كان برضو بتشارك في البطولة فيه بحب النسخة الاسبانية اكتر وبالنسبة لي احلى وانا شفت النسخة الاسبانية دي قبل عموما وفيه مسلا افلام تانية كتير ابيوتفل مايند احبه جدا اللي كسب فيه جائزة الاسكار فيه افلام كتيرة جدا لو فكرت فيها في 2001 هعمل القائمة دي اطول من خمسة بكتير واطول من عشرة بكتير واطول من كل حاجة ولكن خنال اكبر الحاجين الليوقتي ازاي محطتش فيلم هاري بوتر انا قبل كده طلعت مع محمود اسماعيل وقلت وفاجئة الناس كلها ان انا ما شفتش سلسلة هاري بوتر شفت الجزء الاولاني فقط اللي هو نزل فيه في نفس السنة ده ولكن انا ما بحبش انا ما حبتو ازاي ده السينما ده انا انا ااسف انا ااسف والله العظيم تلاتة وقلت مع محمود اسماعيل برضو ان الفيلم ده كانت قصة عندي في المدرسة وكنت غبي فيها جدا فعندي عقدة من هاري بوتر فقفلت من هاري بوتر ولكن انا عارف ان انا فيه شوك كبير جدا لفانز كتيرة جدا انا ااسف انا ااسف وبعتذلكه جدا وان شاء الله يوم من الايام كده يجيلي هاجس كده تفرج على كل اجزاء هاري بوتر ولو شفتها هيجي وتكلم اتفرج كل حاجة انا بعتذلكم ونبتدي الوقتي بالخمسة الخمسة بس يعني للاسف كان نفسي اعمل قائمة اكبر من كده ولكن انت تبولي تحت في الكومنتات عايزيني اخليهم عشرة اخلي عشرة هنا وعشرة هنا سبولي تحت في الكومنتات رأيكم يهمني او حلقة الوحدة عربي حلقة الوحدة انجليش سبولي تحت في الكومنتات دي اهم حاجة نيجي الوقتي الرقم خمسة معانا في قائمتي انا الفيلم ده انا فاكر حاجة مهمة مهمة جدا فيلم The Others من بطولة نيكول كيدمن الفيلم ده اعتقد 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 من اوائل الافلام اللي والدتي تسيبني اخش فيلم القاعة الوحدة experience كده ان انا داخل وعدي ووالدتي استنيتني بعد الفيلم برا السينما اخدتني فيلم The Others ده كان من اكتر الافلام انا خارج من الفيلم مش مصدق النهاية ومش مصدق قوة النهاية وقوة التويست وقوة الحوارات دي براغم انها تقدمت قبل كده انا مش عايز احرقلك لو انت مش شفتش فيلم ده قبل كده ولكن الناس اللي شافت الفيلم ده وهتكلم عن فيلم تاني ممكن يتحرق لها لان هي الفيلم التاني اللي هتكلم عنه اشهر وانجح بكتير فوقف هنا لحد المركز الرابع على طول انا ما كنت شفت The Sixth Sense قبل The Others فطبعا الناس كتيرة جدا لما شافت The Others قالوا ايه ده طب ما توساها دي واخدنا من The Sixth Sense نظرا لنجاح الكبير اللي قدموا The Sixth Sense فيلم The Others ده حالة برضو ولكن فيلم ده انا بحبه جدا غريب جدا من نوعية الافلام في مشهد كان خضة او جامب سكير كده في الفيلم في ست عجوزة فتح الدولاب كده كانت من اكتر خضات اللي انا شفتها في السينما وكنت مخضوك جدا يعني هشوف فاكرة لغاية دلوقتي رغم ان انا شفت فيلم كزا مرة بس بنتظر المشهد ده فيلم ده بحبه اوي بحب تمثيلني كل كده من فيلم ده فيلم بحسه حالة مختلفة كده اما المركز الرابع معانا الفيلم اللي انا ورته لك يا باشا من خمس ست شوق قبل رمضان training day دانزل واشنطن وايثن هوغ من اكتر الافلام الممتعة من اكتر الافلام اللي تخليك قاعد عالكورسي كده متوتر متوتر جدا ايلا هيحصل ايلا هيتم بتفضل قاعد كده فعلا فيلم يوم هو training day فالفيلم احداثه في يوم ودانزل واشنطن بقى الفيلم ده اخد فيه جهزة اسكار ولما كانش اخد فيه جهزة اسكار كانت تبقى مشكلة خطير والمشهد الاخراني في الفيلم خطير خطير فعلا من امتع ومن افضل الافلام اللي ها شفتها وشوف بقى ايه شخصيته من اول الفيلم هو كارزمة كده بتشد بالكاميرا بطريقة غير طبيعية وايثن هوغ قدم اداء برضو حلو جدا فيلم ده كان فيه ايفا منديس اللي كانت يعتبر مرات دانزل واشنطن فيلم طبعا الكبار فقط لو انت مشوفتوش قبل كده فانت لو تفرجت عليه لازم تبقى فوق الثمانتاشر سنة فيلم خطير او ممكن تفرج عليه انقط لو عايش تفرج عليه كمشاهدة عائلية هتستغربوا الحوار ده واحد من اكتر الافلام اللي بحبها من بطولة الطفل بتاعزه والفيلم يا جماعة عبارة عن رحلة لو انت بتحب نوعية الافلام الخيال العلمي ده برضو من اكتر الافلام اللي انا بحبها كخيال العلمي فيلم فيه عواطف وايموشنل جدا عموما ده المشاهدة عائلية اعتقد الفيلم ده ما فيهوش اي حاجة يعني تضر العائلة فاتفرجوا على ايه لو انتم مش شفتوش قبل كده وشوفوا رحلة الطفل ده مش عايزة اقول الطفل ايه هو عبارة عن ايه ولكن فيلمي اتعلق بالخيال العلمي والروبوتات والعالم ده ورحلة البحث عن حاجة معينة فيلم انا بحبه جدا من اكتر الافلام اللي انا بتأثر بها جدا عشان كده حطيته في المركز التالت معايا ونيجي دلوقتي عند رقم اتنين ومش هتكلم عنه كتير عشان ممكن قدام بازن الله ممكن نعمل عنه حلقة وهو لورد اف دا رينجز بداية الملحمة طب ازاي بو حميد محطتوش رقم واحد هقولك ليه عشان رقم واحد ده اكتر من اكتر الفيلم ما اشوفتها في حياتي كتير كتير قوي 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 ومرتبط بيه وممكن من الافلام اللي اه ممكن اتفرج عليها كل يوم عمري مساء تمام؟ بس رقم اتنين لورد اف دا رينجز انا بالنسبالي افضل ثلاثية في تاريخ السنة مع ستار وورز اللي هي فترة السبعينات الافلام اللي نزلت اللي هي بتاعت لوك سكايووكر والكلام ده فانا بالنسبالي دول اكتر ثلاثية ممتعة ورائعة في تاريخ السنة بالنسبالي هتقول لي طب يا ابو حميد the godfather هقولك الثنائية يعني الثنائية حاجة والثلاثية حاجة الثالث بالنسبة الناس كتير وبالنسبالي مش من اقوى الاجزاء اللي هو The godfather ولكن Lord of the Rings يا جماعة ممكن نخلي الكلام في حلقة تانية نتكلم بديتيلز اكتر وكل الكلام نا ولكن نيجي للوقت بمركز الاول اللي انا حمستوكو عليه مش هتكلم كتير Rush Hour الجزء التاني من بطولة جاكي شان وكريس تاكر الجزء التاني بحبه اكتر من الاول وبحبه اكتر من الجزء التالي الاول اول اكتر لا فانا بالنسبة ماشي 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 حب يا عم الجزء على فكرة بحب الجزء الاول بيجامد بطريقة غير طبيعية بسه الجزء التاني بيدحكني اكتر الصراحة انا عمري منسة اصلا دخلت الفيلم ده مع جدتي الله رحمة وجدتي كانت خارجة من الفيلم مستمتعة بطريقة وضحكة كمية ضحكة على كريس تاكر وخاصة في المشهد هو شاكي شان لما رمهم في الشارع وهم عريانين وعمالين ماشيين بالزبالة فيلم ده يا جماعة فعلا كريس تاكر ده بالنسبة لي اكتر من اكتر المسهلين بيدحكوني عموما برغم كلة اعمال اللي هو الراجل ده عمل مثلا متع خمس ست افلام مش كتير بس الافلام دي فعلا اثبت لي قد ان هي مش بكمية الاعمال من اكتر الناس اللي بيدحكوني في الدنيا عموما فانا بعشق الفيلم ده وفي انتظار يا رب يتعامل راشق او رفور يا رب لان انا الجزء التالب بالنسبة لي هو اقلهم النفسي انه السلسلة كلها بفيلم جزء رابع الجزء الرابع ده احنا بنسمع عنه بقى انه اكتر من عشر سنين والله العظيم اعملوا الجزء الرابع ارجوكه طبعا انا بقول لي مين يعني بقول لي شاكيشان وكريستوك هتفرجوا على امي ماشي ما علينا يعني اه ما علينا اتمنى يعني ان الفيلم ده يتعامل ان ارجو من الله وبس ده اللي قدر يهولك بتوع الفلام كافضل الافلام عربي وانجلش في سنة 2000 وحد وفي نهاية حلقة بتوع في لام اهم حاجة سبو لي كايمتك انتو كافضل افلام سنة 2000 وعد كعربي وانجلش سبو لي كقعمتك تحت اوعو وتنسوا سبولي الكاميمة تحت وقولولي ايه رأيوكو عايز ان اها تبقى عشرة ولا خمسة ولا خمسة ولا عايزينها سبولي تحت في الكومنتات. وفي نهاية حلقة بتوع افلام اتمنى انتو متسقطوش قيمتكو تحت واتمنى طبعا انتو متسقطوش تزبطوين لكوة كتيرة جدا 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 وشاهدوا سبسكرايب الشانل لو لأول مرة طبعا عايزكم تشيركوا على انسجرام بيجي وفيسبوك بيج واي حد بيتفرج عليها لأول مرة وعجبوا المحتوى وعجبتوا الحلقة عموما اشترك بعد اذنك يعني متبخالش عليها طبعا ايوا وتنسوا كل اخواتنا في الوطن العربي وكثرة الدعاء لأهلنا واخواتنا في غزة وحاسبلوكو تحت لينكات التبرو وتحت في الديسكريبشن واحلى مساء عليكم